طوام 2020 اخر رحظاته الحزينة في العراق ليعنن ولادة عام جديد يأمل العراقيون ان يكون افضل من سابقه مفوضية حقوق الانسان في العراق اكدت ان عام 2020 كان الاكثر عنفا ومأساوية في ظل الانتهاكات المستمرة من القوات الامنية والميليشيات ضد حقوق الانسان في البلاد تسجل الاحصائيات استشهاد اكثر من الف متظاهر واصابة الفين وخمسمائة اخرين جراء العنف الحكومي وهجمات الميليشيات والتي اغتالت ايضا اكثر من ثمانية وسبعين ناشطا واستهدفت ثلاثمائة صحفي في البلاد على المستوى الاقتصادي كان العام المنصر الاكثر قسوة على العراقيين حيث ارتفعت حالات الانتحار لتصيل الى ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين حالة جراء الاوضاع المعيشية الصعبة التي زادت فيها اعداد العاطلين عن العمل في وقت لجأت الحكومة الى معالجة الازمة الاقتصادية بتخفيض الرواتب وقيمة الدينار امام الدولار بدلا من المضي بالاصلاح الاقتصادي والقضاء على الفساد لتغدل ورقة البيضاء التي قدمتها بحكم الميتة مخيمات النازحين لم تكن بمعزل عن تبعات الازمة الاقتصادية التي رفعت معدلات الفقر الى مستويات غير مسبوقة بين النازحين الذين عجزوا عن ايجاد فرص عمل توفر لهم قوت يومهم مع ايقاف العديد من المنظمات الانسانية اعمالها بسبب تفشي فيروس كورونا بينما وجدت الحكومة الفرصة سانحة لاغلاق المخيمات واعادة قاطنيها قاصرا الى مناطقهم ندمر حيث لا خدمات ولا بنا تحتية ويرى مراقبون ان الازمات الاقتصادية والسياسية ستستمر في البلاد في عام 2021 في ظل اسراء الاحزاب السياسية والميليشيات على التمسك بالسلطة والهيمنة وهو ما يرفضه الشارع المنتفض الذي يرى بالتظاهرات بوابة الخلاص من الفساد والفاسدين الذين اوصلوا البلاد الى الانهيار والفقر